للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس أهلا بك كريم يعني جملة من الإجراءات أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء اليوم خاصة بزيادة الاستثمارات وبغيرها من التوصيات اجمل لنا النقاط الرئيسة في هذا المؤتمر تفضل تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل هذه القرارات هامة جدا وهو 22 قرار تم اتخاذهم بالفعل من المجلس الأعلى لاستثمار بجانب بعض القرارات الأخرى من مجلس الوزراء وطبعا هذا بالتعاون مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص ورجال الأعمال من القطاع الخاص من أجل سماع وجهات النظر من جميع الأطراف للوصول لحلول واقعية يتم تنفذها على أرض الواقع ليس فقط مجرد قرارات ولكن كيفية وآليات التنفيذ هي الأهم إذا بدأنا بفكرة الرخصة الذهبية والتيسير والتسهيل على القطاعات المختلفة في الاستثمار فكانت متعلقة بمجالات معينة فقط أو مجالات استراتيجية فقط أو زراعات استراتيجية فقط تم توسيع نطاق الرخصة الذهبية لجميع المجالات بدون استثناء بل وعلى العكس أيضا تم فتح الباب للاقتراحات إذا رأى المستثمر أن هذا الملف أو هذا الجانب من الاستثمار يستحق الرخصة الذهبية مجرد عرضه على وزارة الصناعة والمجلس أعلى للاستثمار عن طريق مجلس الوزراء يتم بالفعل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدخال هذا المجال داخل الرخصة الذهبية هذه كانت نقطة أيضا كان هناك تيسيرات خاصة فيما يتعلق بالاستثمار إما بالحصول على الأراضي أو الترخيص الخاص بها الأراضي أو حتى ترخيص الاستثمارات في حد ذاتها أيضا ذلك عن طريق إما تسهيل إجراءات الحصول على الموافقة الخاصة بالمجال نفسه سواء كان زراعة أو صناعة أو غيره من الاتثمارات المختلفة عن طريق المنصة الإلكترونية ليس فقط الشباك الواحد ولكن أيضا منصة إلكترونية والاستعلامات التي كانت تأخذ وقت طويل وبيروقراطية وأوراق كثيرة جدا للحصول على هذه التيسيرات أصبحت الآن خلال عشرة أيام فقط ليأخذوا هذه الموافقة وإذا لم يتم الرد خلال عشرة أيام تعتبر هذه موافقة دبنية للتنفيذ هذه المشروعات ليس هذا وحسب ولكن أيضا بعض الحوافز كانت أيضا متعلقة بدفع فقط المقدم الخاص بهذا الاستثمار أو بناء المصنع على سبيل المثال ثم بعد ذلك يعني إعفاءات ضريبية وأيضا إعفاءات أو تأخير وإعطاء فترة سماح لاستكمال باقي أموال هذا الاستثمار أو هذا المصنع على سبيل المثال لمدة عامين على الأقل ليكون هذا المستثمر قادر على استثمار في هذا المجال وله عامين كاملين بدون أي ضرائب أو بدون أي أطراف أخرى تستحق عليه من أموال لوزارة الاستثمار أو غيرها من القطاعات المختلفة ليكون كل هذه الأموال مباشرة لهذا الاستثمار أيضا كان هناك جزء خاص بالمبتكرين وأيضا ريادة الأعمال وفتح باب جديد للشباب عن طريق وحدة خاصة داخل مجلس الوزراء ليتم تقديم هذه المشاريع الرائدة لمجلس الوزراء ويتم دراستها بشكل أسرع من المؤتد ليتم التعامل معها وتنفيذها بفعل على أرض الواقع أما إذا تحدثنا عن نسب الاستثمار كانت من قبل مئة وخمسة وعشر مليار جنيه فقط خلال الفترة الماضية ولكن وصلت الآن إلى أكثر من تريليون وستمائة وأربعين مليون جنيه وهذه يعني زيادة بما يقرب خمسة عشر ضعفة تقريبا لهذه الاستثمارات أما بالنسبة لي الاستثمار الأجنبي وكيفية تسهيل الاستثمار الأجنبي بجانب أيضا المنصة الإلكترونية ولكن تم وضع الجدول لهذا المشروع أي أن كان نوع المشروع جدول معين بفترة زمنية معينة ليتم فيها الانتهاء من كامل الإجراءات نعم كريم بيبرس أشكرك شكرا جزيلا من مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة